يعني تعتقد أن الفتح وسائرون ككتل نيابية وسياسية لا زالت هي التي تتحكم بالمشهد السياسي والحكومي في التشكيل الحكومة في الفريق الوزاري ومن خلال هذا التحالف يريد سحب البساط من الفتح وسائرون السيد الحكيم يعني مهم جدا أن نؤكد ما ذكرناه سابقا من سعي كتلة أو تحالف عراقيون إلى موازنة المشهد يعني حضرتك كذا تابع الآن تجد في السابق أن الكتل تين الكريم تيني اللي ذكرتها حضرتك إلى حد كبير قرار واضح معها كتلة التحالف الكردستاني وتحالف القوى الموجود الآن بعد تحالف عراقيون إلى حد واضح تجد أن المشهد بدأ متوازيا بسبب يعني مثلا أنت تجي تحالف الفتح تحالف ضمن الأربعين تحالف عراقيون أربعين واحد واربعين تحالف سائرون خمسين تحالف الكردي ضمن هذه المنظومة التحالف السني وآسف لكن هذه حقائق لا أسعى للحديث عنها ضمن هذه المنظومة هذه مكونات بشكل واضح الباب مفتوح ونعتقد أن الأيام القادمة ستشهد انضمامات من المكونات العراقية الكريمة الأخرى إلى تحالف عراقيون والسبب الذي سألت عنه هو تقارب الأرقام عندما تصبح أنا عندما تكون أنت عشرين شخص مقابل أربعين الفارق كبير جدا بس من تكون أربعين مقابل ثلاثة واربعين مقابل اثنين واربعين لا يبدو هناك فارق كبير ثم أن الحكمة لم يعني كما نعبر في البلاغة لم تقم بشيء هو بدع من قول مثلا لم تأتي بابتكار واقتراح جديد كل التحالفات التي ذكرناها تقوم على مجموعة قوى متحالفة تكون هذا الاسم التحالف كل الأسماء بلا استثناء الذي فعلته الحكمة أنها تأجلت في المرة السابقة وكانت ترتعي أن تبقى لوحدها لأنه كنت تيار جديد كان في وقته وكان يريد أن يعبر للشارع ورغم أننا نعتقد أنه أخذ من أصواتنا وذكرنا ذلك في مناسبات كثيرة ولكن يريد أن نقول أنه بعد فترة وجيزة من التأسيس تحقق الحكمة عشرين مقعدا إلى آخره مما ذكرنا في مناسبات الآن اختلف المشهد الأرقام رسخت في الذاكرة فمن حق الحكمة وغير الحكمة يعني مثلا إرادة لا تقاس بي عددها بمقعدين أو تلاسة تقاس بحضورها تأثيرها السياسي الإعلامي الاجتماعي أيضا الفضيلة أيضا الشخصيات الكريمة الأخرى ذات الحضور المميز في البرلمان هذه التي انضوت في تحالف عراقي والتي تشكل تحالف على الأقل هويتة واضحة لا يتردد في أن يعبر عن نفسه وهذا الذي حدث كما ترى ترجمة نانسي قنقر